إلى الشأن الدولي الآن انطلقت إذن اليوم بالعاصمة البلجيكية بريكسل قمة الإفريقية الأوروبية في طبعتها السادسة قمة تناقش أهم النقاط المشتركة بين القارتين وتدفع أيضا بتقييم عجلة التنمية على مستوى القارة الإفريقية كل هذه التفاصيل نكتشفها في تقرير كوتر تبيكي قبل التقرير ربما رفض الاتحاد الأوروبي في رده ربما لمرسلة للمغرب رفض استقبال ممثلي بعتة البوليزاري والصحراء الغربية وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن الصحراء الغربية عضو في الاتحاد الأفريقي ولا يمكن رفض اقتراحات الاتحاد الأفريقي باعتباره شريك في تنظيم هذا اللقاء بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ترجمة نانسي قنقر